السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معدنا مع الفيديو رقم 16 في السلسلة المتكاملة بإذن الله اللي بنشرح فيها المحاسبة الضريبية من البداية للنهاية وفق آخر تحديث للقوانين المعمول بها في مصر النهاردة الفيديو الأول في القيمة المضافة هنتكلم في أساسيات شرح وفهم القيمة المضافة نوع مهم جدا من الضرايب وموجود في كافة الشركات على فكرة حتى لو في جهة معفية من ضريبة الدخل يعني مثلا الجامعيات الأهلية الغير هادفة للربح دي معفية من ضريبة الدخل لا بتدفع برضو ضريبة القيمة المضافة يبقى إذن القيمة المضافة مفهوم شامل ومهم جدا VAT Value Added Tax ليه سموها ضريبة قيمة مضافة طيب المثال اللي هقوله دلوقتي ده هوضح لنا فكرة أو فلسفة قانون القيمة المضافة وليه اسمه القيمة المضافة طيب تعالنا تخيل إن أنا رايح هشتري سلعة خلي بالك السلعة دي بمئة ألف ركز معي السلعة بمئة ألف بس أنا مش هدفع مئة ألف لأن اللي أنا بشتري منه هيفرض علي ضريبة قيمة مضافة ما لتكن مثلا 14% يبقى مئة ألف في 14% 14 ألف يبقى أنا هدفع كام 114 ألف الفاتورة هيبقى فيها خنتين سمن الشراء الأصلي اللي هو مئة ألف المفروض إن أنا هدفعه زائد 14% ضريبة قيمة مضافة اللي هي 14 ألف يبقى مئة أربعة ألف هدفعه ركز في الكلام يبقى أن دفعت كام في السلعة دي 114 ألف جيت خط السلعة دي عملت عليها شوية تعديلات أو باعتها على حالتها أي إن كان على المهم إن أنا باعتها بعد كده لطرف تالت العميل باعتها له مثلا بمتين ألف أو هو أنا عايز أبيعها بمتين ألف هل أنا هاخد منه متين ألف بس؟ لا أخد منه متين ألف زائد الضريبة يبقى الضريبة تبقى متين ألف واربعتشر في المية مثلا يدينا 28 ألف أنا السؤال بقى هنا السؤال أنا ختم العميل أو ضفت أو اتحسب على السلعة في شكلها النهائي ضريبة 28 ألف هل أروح أورد لمصلحة الضرائب 28 ألف؟ لا 28 ألف دي اسمها الضريبة المحصلة المحصلة من العميل أو بنسمها الضريبة المستحقة لكن أنا مش هورد 28 ألف أقول لك ليه؟ ليه؟ هي أصلا السلعة في شكلها النهائي 200 ألف يبقى المفروض أفرض عليها ضريبة 28 ألف صح كده؟ 200 ألف واربعتشر في المية 28 ألف طيب ما أنا دفع قبل كده؟ وأنا بشتري 14 ألف مش وأنا بشتري كانت السلعة بمية أنا ما دفعتش مية دفعت مية واربعتاشر ألف يبقى فيه 14 ألف دفعتهم وتوردوا لمصلحة الضرائب من خلال الباقة اللي أنا اشتريت منه تمام؟ يبقى لما السلعة دي يبقى في شكلها النهائي عليها ضريبة 28 ألف وأنا دفع منهم قبل كده نصوهم 14 ألف عشان قلت مية وانتين ألف يبقى في الحالة دي الضريبة الواجب توردها 14 ألف فقط إذن استفدنا إيه هنا؟ إن الضريبة هنا تفرضت على ما تم إضافته بعد ما اشتريت يعني أنا بعد ما اشتريت اللي ضفته للسلعة مية ألف لأن أنا شارب مية ضفت كمان مية بأمتين فالـ 14 اللي أنا وردتهم دول هم دول الإضافة اللي حدست على السلعة بعد إيه شراءها طب تعال نشرح الكلام ده بوكيود خلي بالك دايماً ضريبة الكمال المضافة بتظهر في الطرف اللي فيه المشتريات عنده المشتري والطرف اللي فيه المبيعات عنده البائع يبقى الكود هيبقى اللي بيشتري قيمة السلعة مية ألف بس هو ما خدش مية ألف خلي بالك يبقى من مذكورين المشتريات لو جرد دوري المغزون لو جرد مستمر وضريبة الكمال المضافة بـ 14 ألف إلى النقدية هقبض من هقبض من الراجل أو هدفع آسف للراجل مية واربعتاشر ألف المية والـ 14 يوم بقى اللي أنا بشتري منه ده ياخد المية عطب في جيبه قول لـ 14 ألف يوردهم لمصلحة الدرائم طيب البائع بقى اللي أبض هيقول من النقدية هو أبض 228 ألف أبض 228 ألف وأنا ببيع بقى أبضت 228 ألف إلى المبيعات المبيعات بتاعتي 200 كمية البضاعة 200 والـ 28 ألف دي ضريبة قيمة مضافة هوردها لمصلحة الدرائم بس ما ركز كده معي ليه الكود الأول الضريبة مدينة وليه في الكود الثاني الضريبة ده إينا الضريبة في الكود الأول مدينة لأنها أصل الأصول بطبيعتها مدينة طيب ليه أصل لأنها هسترد الـ 14 يعني أنا بدل ما أورد الـ 28 وأنا ببيع هورد 28 أصل 14 هورد 14 ألف المصلحة الدرائم هسترد الـ 14 وطالما حاجة هستردها يبقى بالنسبة ليه أصل أما الكود الثاني الضريبة التزام أو دائنة دائنة ليه؟ لأنها التزام طب ليه دائنة؟ أو ليه التزام؟ لأن أنا وأخذ من العميل فوق 8 البيع 28 ألف بس مش أخدهم لي أنا باخدهم كطرف وسيط وملزم أوردهم للضريبة ملزمة يبقى التزامات يبقى دائنة حلو الكلام؟ يارد تفهم الموضوع ما فوقوش حفظ بص بقى أنا شارح قانون كما المضافة والجدول والإعفاءات والحاجات دو كلها من خلال ملاحظات ونقاط معينة يعني النهاردة نتكلم مثلا في حوالي أكتر من 20 نقطة ونكمل في فيديوهات قادمة بإذن الله قانون الضريبة على الكما المضافة اتعمل ست 2016 رقم 67 وجاء بديلا لقانون ضريبة المبعاة وأنا في تصوري أن هذا القانون هو نفسه ضريبة كما المبعاة مع اختلافات بسيطة وأهم اختلاف حصل أن السعر العام للضريبة زاد من 10% في ضريبة المبعاة أصبح 14% في ضريبة كما المضافة خلي بالك أول سنة في تطبيق القانون كان 13% بدءا من 1.7.17 أصبح معدل الضريبة العام 14% هو أي حد يا جماعة بيدفع ضريبة كما المضافة؟ لا لازم أكون مسجل في مصلحة الضرائب على القيمة المضافة يعني بروح أقدم طلب للتسجيل في مصلحة ضريبة كما المضافة المستورد لأي من سلع جدول واحد مهما كان حجم مبعاة يبقى السلع جدول واحد الخضعة لضريبة الجدول اللي نتكلم عليها إن شاء الله فوقتها ديت أي كمية مبعات هاتبعها خضعة أو أنت مكلف بالتسجيل وسداد الضريبة وتقديم إقرار طبعا المستورد للسلع أو الخدمات أي أن كان حجمه برضو مبعات الملحوظة الثالثة إمتى الإقرار بيتقدم؟ طبعا في القانون القديم كان بيديك مهلة شهرين لأ القانون الحالي جديد إحنا دلوقتي في 2021 القانون قال لك في مدة أقصى شهر يعني لو إحنا بنقدم إقرار عن مبيعات أو عن ضريبة كامل مضافة لشهر يناير أقصى مدة أقدم فيها هي خلال فبراير يعني آخر يوم بالنسبة لي يوم 28 أو 29 فبراير يعني ما ينفعش تقدم في مارس طبعا لو قدمت في مارس لأ هتدخل بقى في غرامات وقصص سؤال بقى مهم لو أنا في يناير ده ما باعتش خالص ولا اشتريت ما فيش أي معاملات أدفع ضريبة أقدم إقرار أه تقدم إقرار وتقدم صفري عشانا عايز أعرف أنت ما بعتك تقدم في الشهر ده وأنا عرف من أنت ما معندكش معاملات لازم تقدم إقرار عشان أعرف رقم أربعة دي قلتها ليه السعر العامة 14% طبعا قبل واحد سبعة 17 كان 13 في بقى الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأديد خدمة خضعة السعر بتاعه مخفض 5% ليه خمسة في اللهم مش 14؟ اسأل نفسك وقول لي سعر مخفض يا جماعة تشجيع من الشركات على استيراد أو شراء أصول سبت آلات ومعدات لاستخدامها في التصنيع يعني أنا عايز أشجع الشركات على التصنيع فبقولهم اللي هيشتري آلات ومعدات هيتفعلهم خمسة في المية فقط مش 14 عدل أوتوبيسات وسيارات الركوب ده السعر العادي إلا إذا سيارات الركوب والأوتوبيسات دي كانت مستخدمة أو تستخدم لإنتاج السلع والخدمات الخضعة ماشي؟ ملحوظة الثالثة الصادرات ضربتها صفر في المية ده سؤال بقى حالو ليه القانون قال صفر في المية وما قالش إعفاء فكر كده إن شاء الله لما نشرح الخصم الضريب قدام هقولك أن من شروط الخصم الضريبي أن تكون السلع خضعة للضريبة وإيه شروط الخصم الضريبي ده يا جماعة؟ أقولك يعني إيه؟ لسه إيه لها على فكرة فكر المثال الأولان ما قلت لك أنا عليها ضريبة 28000 هخصم منها 14 يبقى الضريبة اللي عليها 14 بس هوردها 14 هو ده الخصم الضريبي فلو الصادرات معفية يبقى مش هيتخصم المشتريات بتاعتها يعني أنا اشتريت بضاعة أو مواد دخام واشتغلت عليها وصدرتها لو أنا الضريبة صفر في المية مش هدفع ضريبة عندها التصدير ستجعل التصدير يعني لكن الضريبة السابق سددها وانا بشتري المواد الخام دي ها؟ هتتخصم لي بقى هستردها يعني اصلا كده كده ما علياش ضريبة عندها تصدير بس دفع ضريبة عندها الشرق يعني مواد الخام بمية ألف أنا دفع فهمية واربعتاشر هسترد الاربعتاشر ألف دي ومش هدفع حاجة لمصلحة الضريب لأن انا اصلا اتضربة سفر في المية أما لو كانت إعفاء مش هدفع ضريبة آه بس مش هقدر استرد الاربعتاشر ألف يبقى إذن دي ميزة أعطاها القانون للمصدرين إن الضريبة تبقى بسعر صفر في المية طبعا تشمل الآلات والمعدات خطوط الانتاج الكاملة أجزاء الآلات أجزاء الآلات وقطع الغيار دي ما تعتبرش خمسة في المية تخضع للسعر العامة ربعتشار في المية قلنا اللي توبيسات مين هو الشخص المكلف؟ المقصود بكلمة المكلف اللي هو ملزم إنه يحصل الضريبة وملزم يروح يوردها لمصلحة الضرق ماشي؟ يعني اللي بيقبض بدل ما يقبض مئة ألف بيقبض مئة واربعتاشر ألف يبقى قبض الاربعتاشر هو مكلف إنه يروح يسدد الاربعتاشر ألف دي ده إذا كان شخص مسجل ماشي؟ استرداد الضريبة اللي لسه شرحها اللي بقى لك لسه شرحها لما ضربت المدخلات تزيد عن الضريبة المستحقة عند البيع بسترد الفارق يعني هو الطبيعي إن المبعات المبعات من سلعة تزيد عن كمية مشترياتي الطبيعي الشركة الطبيعية ولكن العكس يبقى بيحصل إمتى في الشركات اللي بتصدر لأنه كده كده الدريبة صفر في المية عند التصدير والشركات برضو المنشأة حديثا ممكن في الشهور الأولى تبقى المشتريات بتاعتنا أكبر من كمية المبعات يبقى بسترد الفارق الضريبة الإضافية واحد ونص يعني إيه الضريبة الإضافية واحد ونص لو أنت تأخرت عن تقديم الإكرار أو قدمت إكرار خاطئ بمبيعات خاطئة يعني الفاتورة بتقول مية ألف إنت عملتها عشر تلاف تمام؟ كل الحاجات دي أو تأخرت زي ما أنا قلت في الحالة دي بتدفع ضريبة إضافية من تاريخ استحقاك أو تاريخ إن انت بدأت ما تسدتش فيه إلا عليك الضريبة على الكامة المضافة إقليمية حيث تفرد على السلع والخدمات المؤداء في مصر حتى المستوردة ماشي الضريبة عالمدخلات يعني الضريبة يأنا زي المساء أولينا شرحتو اشتريت بضعب مية ألف دي اسم لها ضريبة على المدخلات اربعتاشر في المية لها من Web 8000 عالمية ألف دي اسمها ضريبة علمدخلات وده اللي إنا بخصم ها من الضريبة عند البيع وتأديث الخدمة علشان ما بقاش في إزدواج كما اتفقنا ضريبة من خاصي برضو ضريبة الكامة المضافة انها ضريبة متنوعة أو ضريبة تفرض على كافة مراحل التداول. يعني لو فيه منتج او مصنعة. هو بيبيع لتاجر الجملة في ضريبة. تاجر الجملة بيبيع لتاجر التجزئة في ضريبة. تاجر التجزئة بيبيع للمستالك النهائي دي ضريبة. ضريبة غير مباشرة. ليه سموها غير مباشرة? لان المكلف نركز في حتة دي استطيع نقل عبقها الى مين الى اللي بيشتري. يعني ايه الكلام ده? انا تاجر التجزئة. السلعة دي بميت جنيه. يبقى انا هباعة بكام? بمية واربعتاشر. انا اصلا لو انا بعت추ها بمية كاثبان فيها. حلو? فانا عشان الضرائق بتطلب مني ربعتاشر في المية. يعني ربعتاشر جنه على المية. فانا بروح اعمل ايه? مش هانا اللي بدفع على الاربعتاشر. بروح مزود التمن لمية واربعتاشر. يعني الفتورة بققة مية زائده اربعتاشر. داء مية واربعتاشر. انا كده نقلت العبء المين للمستهلك النهائي واللي بيشيل في الاخر. انا وانت احنا يعني اللي بنشيل في الاخر الضريبة كمال مضافة دي. يبقى اخر واحد بياخد السلعة دي. او بياخد الخدمة. هو ده في الاخر اللي بيتحمل ضريبة كمال مضافة. وليس المنتج. المنتج بيزود بقى السعر. تمام? عرفنا يعني غير مباشرة. ايه الواقعة المنشئة للضريبة ده كلام مهم اول. في السلعة والخدمة لما اجي يبيع او طلع فطورة او عندها تأديد الخدمة. طلع فطورة بالخدمة ببا. السلعة المستوردة اللي هنتكلم عنها تفصيلا انضى الافراج الجمركي ازاي بنحدد القيمة الخضعة لضريبة كمال مضافة. وعلى كتب ضريبة الجدول وعلى كتب ضريبة الرسوم الجمركية. ورسم تنمية الموارد تخلى. هنبقى ناخد مثال كده. مش الفيديو ده على الفكرة فيديو الجاي. شامل كل ما انا قلته ده. هيبقى في ضريبة كمال مضافة. وضريبة جدول. وضريبة رسم تنمية موارد الدولة. ورسوم جمركية. كل ده هنلاقي في مساء واحد في السلعة المستوردة. خدمات المستوردة برضو نتكلم عن الفيديو الجاي ان شاء الله. بص بقى المحوزة الجادية. في عند حاجة اسمها استخدام خاص وشخصي. مصلحة الضرائب لا تعترف بالاتنين دول. زي ايه لو تفتكر في ضريبة الدخل. تلك المسحوبات تعد في حكم البيع. يعني استخدام خاص الاول. يعني السلعة السلعة انا انتكته عشان ابيعها. فبدل ما بيعها استخدامتها في الشركة. خاض على الضريبة بالتكلفة. الاستخدام الخاص خاض على الضريبة بالتكلفة. مش بسعر السلعة. زي ايه تاني? قيام الشركة القبضة بتوزيع تكلفة الخدمة على الشركات التابعة لها. ده برضو استخدام خاص. المشغولات الداخلية. يعني ايه المشغولات الداخلية دي? يعني في الى معينة بدل ما اشتريها صنعتها هنا. ده برضو استخدام خاص خاض على الضريبة بالتكلفة. ركز في الكلام ده. اما الاستخدام الشخصي معناها ان انا مثلا انا معرض سيارات. شغلت تجارتي اه السيارة فخدت سيارة لاستخدام الشخصي. تمام? او مسلا اتبرعت بسلعة معينة لحد. او هبة او اي حاجة. كل دي حاجات تاخدى على الضريبة. فيش حاسمها تبرع. فيش حاجة اسمها تبرع بسلعة. لا هي في حكم البيع. فيش حاجة حاجة تسبت ان انا تبرع. دي اسمها استخدام شخصي ولكنها تاخدى على الضريبة وفق سعر السوق بتاع السلعة دي. لو فيه منتج. مش متحدد سعره. او مش متحدد فاطرة سعره. او تم عن طريق حاجة اسمها المقيضة. كل ده بايه حدد بياخدى على الضريبة وفقها لسعر السوق. لا تستحق الضريبة في الحالات التالية. انتقال السلعة من مرحلة انتاج لاخرى. طبعا ده مش بيع. نحن لسه في بننهي شكلها النهائي. طبعا لا تاخدى على الضريبة. انتقال السلعة من مكان لمكان او من مغزن لمنفذ بيء لتوزيع. لا. برضو لا تغضع. لما بيع في منفذ التوزيع تغضع سعيد. لا تستحق الضريبة للسلعة العابرة. بشرط ان يكون النقل تحت ركابة الجماليكي لازل سلعة الترانزيت عابرة. بس ما تبعدش لسه يبطع عبر بس. تمام? بس منشوف محاسابتها ازاي جمركية. من خصائص الضريبة ملحوظة رقم اتناشر انها نوعية وقيمية. يعني ايه نوعية وقيمية? نوعية دي يعني تفرد بنسب زي ما قلت اربعتاشر والخمسة في المية. طب ايه قيمية? انا ما قلتش خلص قيم. قيمية يعني مسلا على كل كيلو جرام مش عارف كم جينيه او كم ارش وفين الكلام ده? كلام ده هنشوف ضريبة الجدول. هنشوف ضريبة الجدول. ماشي? تقلقش. السؤال بقى مهم. انا دلوقتي كمشتري رحت اشتريت بضاعة بمية الف. دفعت فيها مية واربعتاشر الف. السؤال بقى. الاربعتاشر الف دفعتهم دول? يعتبروا مصروفات او يدخلوا ضمن تكلفتي? ولا لا? ها? اجابة هذا السؤال تتوقف على امرين. الطبيعي لو انا شخص مسجل يبقى الاربعتاشر الف ده استردها وانا ببيع. زي ما انا قلت في المسال. يبقى متحطها ش ضمن تكلفتك. لانك هتاخدها تاني. فاكر واحنا بنشرح الضريبة على اربعة نشاط تجاره اصناعي. قلت لك التأمين اللي بدفعه لما باخد شقة في مطروح. يعني الاجار بيبقى الف الاسبوع مثلا بألف جنيه. راجل يقول لي هات لألف ومتين. المتين دي تأمين. عشان التلاجة والغسالة والتكييف يرجعوا بحالة. يبقى هسترد المتين تاني. يبقى ده ما ينفعش مصروف واجب الخصب. ده اصل هسترده. هنا نفس الكلام. يبقى في الحالة دي. الضريبة اللي ان دفعتها ديت بالنسبة لاصل هسترده. يبقى لا تضاف للتكاليف. هنقول مثال دلوقتي. طيب لو انا غير مسجل بقى لأ حطها في تكاليفك لانك مش هتقدر تستردها لان انت اصلا غير ملزم باعداد اقرار كما مضافة شهري وبالتالي مش هتقدر تسترد هذه الضريبة السابق سددها. ما تيجي نشوف مثال. مثال كده في تلات حاجات. منتج وجملة وتجزئة وكمان بعنا المستهل. في منتج ركز. مسجل في عشرين حداشر عشرين عشرين بيبيع سلعة طالما عشرين حداشر عشرين عشرين يبقى اربعتاشر في المية. اتفقنا ما بعد واحد سبعة سبعتاشر بقت انا قلت كامل? اربعتاشر بعد واحد سبعة عشرين عشرين اربعتاشر في المية. قبل واحد سبعة عشرين عشرين ده تلاتاشر في المية. تمام? بقى سلعة لتاقي الجملة مسجل باربعة تلف ماشي. على الفكرة انا ما ما قلتش في التمرين ان هو مسجل يبقى الاصل ان هو مسجل الاستثناء لازم انص عليه. يبقى الاصل الاصل ان هذا الشخص تنطبق عليه شروط سادات الضريبة ان هو مسجل. وان السلعة تبقى خضعة. طبعا انا قلت سلعة وسكيت يبقى خضعة. لو هي معفية لازم اقول ان هذه السلعة معفية. فالاصل هو الخطوة زي ما اتفعل. المهم تاجر الجملة المسجل باعها لتاجر تجزئة مسجل برضو. بها مش ربح عشرين في المية. ماشي عايزك سفقة عشرين في المية. من التكلفة. عشان كده انا اقل من التكلفة عشان نشوف الضريبة هنحطها مع التكلفة ولا. وبعدين بعد كده تاجر التجزئة باعها للمستهل بخمس تلاف جين. انا عايز منك الضريبة المستحقة. والضريبة واجبة التوريد. والفاتورة الصدرة لكل شخص من الثلاث اشخاص اللي فاتوا دول. وبعدين ايدي الحل تاني بافتراض النتاجر الجملة غير مسجل وان تاجر التجزئة باعها بخمسة سبعمية مش بخمسة. ماشي. اولا ايه الفرق ما بين الضريبة المحصلة والضريبة واجيبة التوريد. انا للسه قايف. ضريبة المحصلة دي بتبقى على المنتج في الفاتورة. واجبت التوريد لازم اخسم الضريبة السابق سدادها على المدخلات. لحي واسترداد الضريبة او نظام خصم الضريبة. بالنسبة للمنتج شكل الفاتور هيبقى كالتاني. طبعا الفاتورة بيبقى فيها خانaci تانية. انا اجيبت ايه اللي انا عايزه. الفاتورة بيبقى راكم التسجيل التجاري والملف اللي في مصلحة الدرايب والتاريخ والتوقعات والشروط ومش عارفوا ملاحظات وعدد الوحدات ونوع الصنف واسم الصنف وكلام كتير بيبقى مكتوبة. كنا احنا عملنا فيديو كده اللي هو بتاع نظام الخصم والتحصيل عملنا فيه شكل كده ايه بتاع الفاتورة. اللي عايز رجع لايه لشكل الفاتورة. فاتورة المنتج هنا شكلها عاملت ازاي? تمنى البيع الاصلي اربع تلاف. نضربه في اربعتاشر في المية. يدينا خمسمية وستين. يبقى الفاتورة هتطلع باربعة وخمسمية وستين ده اللي انا هقبضه فعلا. هيبقى انا دلوقت الضريبة المستحقة عليها كام? خمسمية وستين. طب هورد كام خمسمية وستين برضو? فيش حاجة اخصمها. لان المنتج ده اول واحد في السلسلة بتاعتنا. ما كانش يدفع قبل كده ضريبة. فاهمني? بعد كده تاجر الجملة خد السلعة دي. وعايز يباعها بربح عشرين في المية. هنا بقى السؤال. السؤال هنا. لما نيجي نحسب عشرين في المية من التكلفة نضيف الخمسمية وستين للاربع تلاف يعني اولا اربعة تلاف خمسمية وستين في عشرين في المية. وانا اولا اربعة بس. طالما تاجر الجملة. مسجل يبقى هيسترد الخمسمية وستين الدفاع ما نشوف دلوقتي. يبقى ازا ما يحطهاش في تكاليف. يبقى ازا عشان نحدد تمن البيع. تمن البيع بيساوي. التكلفة زائد همش الربح. التكلفة اربعة تلاف. همش الربح. التكلفة في عشرين في المية يدينا اربعة تمن ويمة. وممكن على الفكرة اقول على طول اربعة تلاف في مية وعشرين على مية. والمية في المية دي من عشرة دي اللي هي العشرين في المية. ده لو انا ايه باخد عمل مشترك. الاربعة الاف هيظهر للمعادلة بالطريقة دي. فطلقت الضريبة او طلقة الاتمن البيع هيبيع باربعة اممية. الرجل ده عايزي كسب تمنمية جنيه. الضريبة على الاربعة اممية ستمات اتنين وسبعين. يبقى اجمال كمت الفطولة خمس تلاف ربعة اتنين وسبعين. بص بقى. الضريبة اللي هو حصلها. يعني تاجر الجمل هيحصل من تاجر التجزئة اللي باعله ستمات اتنين وسبعين زيادة. هلها هيروح يورد لالضرراب ستمات اتنين وسبعين? لا. ما هو دافع قبل كده العين للمنتج خمسمة وستين. يبقى العين والى اجاب توريدها كام? الكاملة المضافة بقى اهيه. ستمات اتنين وسبعين. اوز خمسمة وستين. دينا مية وتناشة. هيروح يورد مية وتناشة لانه مورد قبل كده خمسة وستين. بجمعها بسchu ماتتنين وسبعين. تاجر الجملة باع لتاجر التجزئة زي ما قولنا هو بعدين تاجر التجزئة بقى فطورته لما يبيع للمستهلك هيبيع بخمسة علوم ضريبة اربعتاشر في المية عن سبعمائة جنيه يبقى المستهلك في الآخر هيشيل الليلة دي ويدفع خمسة سبعمائة طب تاجر التجزئة هيورد سبعمائة لا ما هو مورد قبل كده من الفطورة اللي قابليها ستمائة اتنين وسبعين او تمام يعني هو بدل الفطورة اللي فاتت بدل ما يدفع اربعة تمنمية دافع خمسة اربعمائة اتنين وسبعين يبقى مورد قبل كده ستمائة اتنين وسبعين تمام? هو عليه سبعمائة دلوقتي يبقى يدفع بس الفارق سبعمائة انا اصل يدفع قبل كده يبقى هو يدفع تمانية وعشرين جنيه بس بس لانه ما زودش كتير زود بتين جنيه بس في السلع هو كده التجزئة ما بيزودوش كتير بس ما كسبهم بيبقى لما يبيعوا سلع كتيرة تجري التجزئة ما يكسبش الا لو مع تشكيلة سلعية عديدة ومتنوعة عايز بقى تشوف الملحوظة اللي جاية ده عشان تعرف ان احنا حللنا صح بس المنتج المنتج هيورد خمسمائة وستين الجملة هيورد مئة واثناشر بتاع التجزئة هيورد تمانية وعشرين وفي الاخر التلاتة وردو سبعمائة هي السبعمائة التي تتحقق على المنتج النهائي ما هو المنتج في صورة النهائية اللي بتحملها المستهلك في الاخر خمس تلاف في ربعتشر في المائة دينا سبعمائة السبعمائة دلو اتوردوا عن طريق ثلاث أشخاص اتوردوا عن طريق المنتج تجري الجملة تجري التجزئة المجموعة سبعمائة بس مين اللي تحمل السبعمائة في الاخر المستهلك لان كل واحد في يهم كان بيحمل الضريبة على اللي بعديل يعني الفطورة بتبقى ابربعة يقوم محملها لليه ب contributed فطورة ب خمسة يحملها لليه بخمسة�ة عشان هو اللي يدفع الضريبة في الاخر اخر واحد يتحمل مين هو المستهلك الغلبان هو اللي دفع الضريبة تعالي عيد الحل ده تاني بافترض ان تاجر الجملة غير مسجل طبعا اول فاطورة بتاع المنتج مش تتغير تاني فاطورة بقى بتاع تاجر الجملة اه تاجر الجملة ارجع كده لفاطورة المنتج فاطورة المنتج يدب 4.5.60 هنا بقى تاجر الجملة وبيدفع وهو بيحسب ال 20% هيحسبها على اربعة ومسمة وستين لان الخمس ومسمة وستين دي مش هعرف ياخدها تاني لن يستردها لانه غير مسجل في مصلحة الضرق يبقى يروح اهلا اربعة ومسمة وستين في مية وعشرين على مية ماشي هيدينا خمسة وربعمية وسبعين بقى تاجر الجملة هيبقى على تاجر التجزئة بخمسة وربعمية وثنين وسبعين والضريبة المحصلة صفر ويجبت التورد صفر لاتنين صفار خلي بالك لاتنين صفار لانه لانه ايه تاجر الجملة. رحنا فين? تاجر الجملة ده غير مسجل وبالتالي غير مسجل وبالتالي مش هيدفع ضريب. عرفنا الفرق? يبقى هناك تاجر الجملة لما جي يحسب الربح حسبه على الاربعة الاف هنا اللي هنحسب الربح على الاربعة ومسيما وستين لان تاجر الجملة هنا غير مسجل يعني غير ملزم بسداد ضريبة يبقى اولا هيعرف فيه خصم الدفع قبل كده ولا هيسد الضريبة اضافية. عرفت الفرق فين? في عدة التكلفة دي. نيجي الفكرة اخرى رقم اربعتاشر. بقول لك احيانا في ناس بتطلع الفاتورة جواها الضريبة. جواها الضريبة. يعني الاراضات جواها الضريبة بتاعت ايه? الكمال مضاف. طب نفصل الضريبة ازاي? طبعا الناس بتقول لك اضرب القيمة شاملة الضريبة دي في اربعتاشر على المية واربعتاشر. انا عايزك تفهم معي مش عايزك تحفظ. انا عايزك تفهم ليه بنقول اربعتاشر على مية واربعتاشر. بصة محترم. القيمة الاصلية اللي هي من غير اي حاجة مضافة عليها انا اقول على مية في المية. دايما القيمة الاصلية بنخليها مية في المية عشان اي نسبة تبقى نسبة من المية في المية. يبقى الضريبة على المية في المية تبقى اربعتاشر في المية. فهمت? يبقى القيمة شاملة ضريبة مية واربعتاشر. هو بقى الفاتورة بيبقى جاي لنا القيمة شاملة ضريبة. اعمل مقص بقى? هم? يبقى الضريبة تساوي. الكيمة شاملة في اربعتاشر على مية وايه? واربعتاشر. نقول المثال برضو. قامت احدى الوحدات الخدمية في تلاتة سبعة عشرين عشرين. مشارقة مستلزمات باقدمة خلال. خاصة بخدمتها الخضعة للضريبة بمبقى تلاتة ونص شاملة ضريبة. يبقى تلاتة ونص هنا ايه? شاملة ضريبة. وبقى لغت كيمة خدمتها الاحد العملاء في نفس الشهر في اخره كده. يعني احنا اشترينا مستلزمات بكزا. رحنا ادينا خدمة لعميل من خلال المستلزمات دي. وخدنا منه خمساشر الف جنيه. يبقى الفاتورة اللي هتطلع العميل بكام? خمساشر الف. بس هو مش خمساشر الف بس. زائد الضريبة. خمساشر الف فاربعتاشر في المية يدينا الفين مية. يبقى العميل دي مش هيدفع اربعتاشر الف. اخمساشر الف هيدفع سبعتاشر مية. طيب انا رح اورد للضريبة كام? الفين مية? لا. الفين مية دي اسمها ضريبة المحصلة او المستحقة. بس انا لازم اخصم منها ضريبة المدخلات اللي دفعتها قبل كده ما هي على نفس ايه السلعة او الخدمة. ده بالتلاتة ونص دي جي اقوها الضريبة اطلع منها الضريبة ازاي? زي ما لسا قاعد. تلاتة ونص فاربعتاشر على وارمائة واربعتاشر. ليه باضرف الصغير على كبير? لان الدريبة اقل. يعني الشاملة الضريبة بيبقى الضريبة اقل. صح? يبقى لازم اضرف الصغير على الكبير لان ده لو انت تلغبطت يعني ونسيت. يعني انا عندي تلاتة ونص. عايز الضريبة اللي جواها. فالضريبة اقل بكتير من تلاتة ونص. يعني يا طلعة ربعمائة وتلاتين اقل. طب عشان اجيب الرقم الال اضرف مية واربعتاشر على ربعتاشر اقول لا اضرف الصغير على الكبير عشان النسب الرقم يقل. يبقى باضرف الصغير على كبير اربعتاشر على مية واربعتاشر ايديك الايه? تلتة مية واربعتين ده لقال. بقول لك كده عشان لو انت نسيت. يا في الاخر الضريبة اللي هوردها الفين مية. نقص ربعمية وتلاتين يدينا الف ستمية وسبعين. والحوزة خمستاشر بقول لك لانا توقفت عن ممارسة النشاط او التصفية. اولا لازم اختر الجهة لاني لو ما اخترتش الجهة وفي نفس الوقت مقدمتش اكرار هدفع غرامات على عدم تقديم لقريب. ازم مصلحتك. خلال تلاتين يوم من التوقف او التصفية ايه? تختر الجهة. ويجوز الغاء تسجيلك لو اصبح مبيعاتك بعد التوقف ده او التصفية اقال من النص مليون طبعا سنويا يا جوز ان انا ايه الغيلك التسجيل بتاعك. والسلع اللي في حزتك وقت الغاء التسجيل عند التصرف فيها تغضي على الضريبة. ده حتة برضو رخمة شوية. انه هيخضى عن الضريبة برضو بقى اصر راجعي. كده بقى اصر راجع لان انا ما بقيتش مسجن. ماشي. القانون اللي قال. القانون قال لك كمان ان المبيعات المهربة او التي تتم مخالفة القوانين الضريبية في تروح حدوث الجريمة تغضع للضريبة. يعني اللي بيتاجر في نشاط غير او نشاط ممنوع او نشاط غير مرخص او 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 هيخضع للضريبة وقت اكتشاف هذا التهريب او هذه السلعة اللي هي مش مرخصة نشاطها. تمام? يبقى تجر مخدرات بيدفعوا ضريبة. ده لأ الجملة دي كده مش سلمة مية في المية. بيدفعوا ضريبة عند اكتشاف او عند متمسكوا مثلا تلبس بالمخدرات. لكن تجر مخدرات ما فيش عليه حكم ولا تلبس. هيدفع ضريبة ليه? ايه الدليل ان هو تجر مخدرات? لما يتعرف ان هو تجر مخدرات اقول له تعالى بقى هات السلعة اللي معك دي بقى. ونتدفع عليها ضريبة كما مضافة. وقت ان هو ايه? يتمسك. يتقبض عليه يعني. لكن هو تاجر وما فيش تاجر وما فيش حد قادر يمسكه. ما يتفعش ضريبة طبعا. ما فيش ما يزبط. يعني ما ينفعش افر الضريبة على نشاط غير مشروع. بقى انا كده بسمحل بقول له اه اشتغل اشتغل وهتدفع ضرايب. لا. الضريبة هنا وقت ما تمسك وايه وقت حاجة. نقطة بقى فنية شوية الخصومات. طبعا الخصم التجاري عارفين ان القريبة بتظهر بالصافي. الفاتورة تظهر كده كده بالصافي حالة الخصم ايه? التجاري. يبقى لو الفاتورة بمئة الف على ضريبة على خصم تجاري اسف عشرة في المية يعني هاشتغل بتسعين الف. افرد ضريبة على تسعين الف. خلي بقى خصم التجاري ده اللي هو خصم الاوكازيون. ان انا باجي في اخر الشتة مسلا اقول الجاكت ده قبل الخصم كان بالفين جنيه. هنعمل له خصم عشرين في المية. يبقى هنبيعه بالف وستمية. الالفين دي بقى اصبح معدش لها اي لازمة خالص. لان في النهاية السلعة اصبحت بالف وستمية. يبقى الخصم التجاري بالصافي على طول. هي المشكلة بقى في الخصومات المعلقة على شرط زي الخصم النائدي او خصم الكمية. خصم النائدي ان انا بقولك لو دفعت خلال عشر تيامة دي خصم خمسة في المية. هل الخصومات دي تعترف بقى مصلحة الضرائب او يعني كما تتسجل بالصافي في الفطورة? والله طبعا هو خصم الكمية نفس الكلام لو انا اشتريت بكمية معينة. دي اسمها خصومات معلقة على شرط. يعني ايه? يعني معلقة على شرط? يعني ممكن تتحقق وممكن لا. في خلاف طبعا في الكلام ده. هنقول وجتاء النظر انا اقول لك انا بميل لاني وجهة نظر. الرأي الاول بيقول لك. لا تؤثر على القيمة الخضعة للضريبة الا لو الخصم حدث فعلا. ده طبيعي. وهناك مستندات لذلك ما يزبط ذلك ان الخصم حدث فعلا. وتم تسجيل الخصم لدى البائع والمشتري. لانه هيأثر في تفاتر الاتنين. استنادا استنادا دال. الى ان القانون اقرب ان الضريبة على القيمة المدفعة فعلا. فالقانون قال كده. كما اجازة القانون تعديل القيمة. واحنا بنشرح الخصم الضريبة هنلاقي فيه من ضمن الحاجات بتخصم تعديل القيمة. بالزيادة او بالنقص طبعا. تسجيل الفروط بقى بالنقص في تعديل القيمة. لو هي في خصم يعني. طب الرأي التاني بيقول لك. لا الخصمات دي لا تؤثر. لان فعلا المد رقم 11 بان دي واحد الفقرة الاخيرة من الليحة قالت ان الخصم التجاري معانا يخضع للضريبة. والخصمات المعلقة على شرط قالها كده نصا لا تخصم. او الذي لا يظهر بالفاتورة التجارية. طبعا حتة الذي لا يظهر بالفاتورة التجارية دي بتتح لنا مجال نبقى فيه كلام تاني. طبعا انا رأي مين فيهم اللي صح. طبعا انت برضو اختلف معي براحتك وقل رأيك. انا رأي ان الرأي له هو اللي صح. لانه مش منطقة يا جماعة بضاعة مخدتش كمتها اتحاسب علىها ضريبيا. اتحاسب عليها ضريبيا. يعني كيمة السلعة ميت الف. الراجل سدد خلال اسبوع ودفع تسعين الف. ليه انا اتحاسب على المية? فانا رأي ان الرأي الاول هو اللي صح. وعايزين على الفكرة قانون ضريبة بالكامل المضافة احتمال قريب قوي يحصل فيه تعديلات. يعني مش تبقى تعديلات كتيرة هتبقى تعديلات في بعض السلعة اللي هتتعفي او حاجة هتمع فيها وهتلغى عرفاءها. حاجة ببسيطة يعني. تمنى بقى الحاجات اللي فقى خلاف دي مصلحة الضريب على كامل المضافة تفصل فيها. عشان نعرف هنمشي ازاي. مساء لو قلت لك في سبعة عشرين تلاتة عشرين عشرين بقى انا بضعب ميت الف بخصم تجاري خمسة في المية وخصم من اقتلاتها في المية ازا تم السادات خلال اسبوع. هل قلن السادات تم? هل قلن المشترى والباع سجلوا الخصم ده? ما حصلش بايزا انا هعترف بالخصم التجاري بس. اميت الف اشيل منهم خمسة في المية. يعني اكيد نضرب خمسة وتسعين في المية. يعني بدل مضرب ميت الف في خمسة في المية. دينا خمس تلاف وارجع تراحيها عن ميت الف ادينا خمسة وتسعين الف. ممكن عطول اقول ميت الف في خمسة وتسعين في المية ادينا خمسة وتسعين الف اضربة في ربع تشار ادينا تلاتتاشر طلتة مية هي ده ضريبة. قلن لك حالة بيع سلعة او تقديد خدمة بين شخصين مرتبطين. شخصين مرتبطين. يعني مسلا شركة ابضة وتابعة. لو ما مسلا سجلوا عملية معينة بمية الف في حين انها في السوق بمية وخمسين معملوه طبعا بميت الف عشان ضريبة تقل لأ في الحالة دي مأمور الضريب الشاطر قلهم لأ يا جماعة انتو اشخاص مرتبطة والسلعة اللي انتو بتبدلوها دي مع بعض في السوق بمئة وخمسين انتو عملنا بمئة ليه انا هشتغل على المئة وخمسين سعر السوق وكذا سلعة المقيضة قلنا الكلام ده ماشي المخلفات الصناعية لو اتباعت خضعة للضريبة اه خضعة اي سلعة تباع خضعة حتى لو مخلفات المنتج المعيب خاضع للضريبة بص يا جماعة على الاصل والخضوع طالما ما فيش نص كده واضح بيقول ان المنتجات المعيبة غير خضعة للضريبة يبقى ايزا ما فيش نص يبقى ايزا خضعة على الاصل والخضوع السلعة المستعملة اللي نشريها من اكتر من سنتين او سنتين واكتر وبيعتها يبقى في الحالة دي اعتبر خسران فيها من اشهدها من سنتين هيبقى بقى انها سلعة مستعملة في الحالة دي كانوا قال لك ايه الوعاء الخاضع هيمثل تلاتين في المئة من الكمال بقية بس يعني لو بعتها بعد سنتين بقت مستعملة بقى خلي بقى لازم سنتين دي بعتها مثلا بخمس تلاف جنيه مش هدفع ضريبة على الخمسة مالهور راح ايه خمس تلاف في تلاتين في المية هدين الف ونص فاربعتشر في المية يبقى الف ونص فاربعتشر في المية هي دي اللي هتبقى الضريبة بتاعتي هتبقى مثلا الف وربعمية ونصهم آآ سبعمية يبقى الفين مية مثلا الف ونص دربتهم او متين متين وعشر عصد متين وعشر ماشي مهم يعني بقول لك حالة البيع بالتقسيط الكيمة الخضعة بتشمل سمن البيع النقدي زائد فوائد التقسيط اللي بتزيد عن سير الاتمن والخاص يعني سمن النقدي ما انت بتروح تشتري مثلا تلاجة بقول لك هتاخدها نقدي بتمانية هتاخدها تقسيط على سنة بعشرة فانا باخد التمانية دي كما الخضعة على الضريبة بزود عليها الفوائد الفوائد اللي بتزيد عن سعر الخاص يعني سعر الخاص بتاع البنك المركزي والاقتمان كان ستة في المية انا بحسب فايدة عشرة في المية على التقسيط يبقى اضيف لك اربعة في المية فوائد بس على التمن النقدي وهو ده اللي يبقى خاضع على الضريبة آآ الفيديو اللي جاي هم قوي 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 سلع المستوردة اللي بتبقى عند الافراج الجمهوريك قلت لك هندخل كزا نوع من ضرائف في تمارين واحدة خدمات المستوردة دي مهمة اوي المناطق الحرة وحالتها مش زي بتعامل معاها ده ان شاء الله الفيديو اللي جاي واتمنى لكم التوفيق وشكرا لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر